من بروكسل ينضم إلينا سلامة عطلة مراسل الغد سلامة هل يشبه هذا اليوم يوم أمس في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات؟ أولاً لابد من توضيح ما حدث بالضبط لأن هناك تظاهرتين أولاً دعت إليها جمعيات يسارية تطالب بإعطاء حقوق للمهاجرين وكان العنوان الرئيس هو ضد العنصرية وحضر المئات وانتهت هذه التظاهرة دون أعمال شغب بالتزامن كانت هناك تظاهرة دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة للاحتجاج على توقيع الحكومة البلجيكية مثاق الهجرة في مراكش هذه التظاهرة التي حاول فيها المحتجون قطع الطريق الرئيسي في الحي الأوروبي وإلقاء الحجارة على مبنى المفوضية الأوروبية وكسر بعض الزجاج وعمليات تخريب مصورة مما اضطر أجهزة أو جهاز الشرطة للتعامل مع هذه الأعمال العنيفة فألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك ضخت بالمضخات المياه لمنع المحتجين أو الغاضبين أو العنيفين من التوغل أكثر ووصول إلى باب المفوضية الأوروبية ثم تبعتهم الشرطة إلى أن استطاعت تفريقهم وفض هذه التظاهرة العنيفة التي رفعت فيها شعارات مناهضة لليسار ووصفت بعضهم بالجرذان وأن البلاد لنا أولا ودعوا إلى إغلاق الحدود أمام المهاجرين على اعتبار بأن ذلك يشكل تهديدا لمستقبل أوروبا كلها كانت إلى حد كبير عبارات فيها أحيانا من الشتائم والقبح وأحيانا فيها من العنصرية وفيها من العنف وهذا لا يتصل بما حدث بالأمس من تظاهر السترات السفراء لمطالبات اقتصادية وتظاهرات الأمس لم تسجل فيها أعمال عنف طيب بحكم وجودك في بروكسل في المجتمع البلجيكي هل من الممكن أن تؤثر هذه الاحتجاجات والطريقة في الاحتجاج العنف الذي استعمل في هذه الاحتجاجات من طرف المحتاجين هل يمكن أن يؤثر على الموقف الحكومي أو على المجتمع البلجيكي بصورة عامة أولا صار الجزء اليميني المتطرف من المجتمع موجود وحاضر ودعايته واضحة عنيفة وسلوك بعضه على الأرض أيضا سلوك عنيف وصار جزءا من الواقع ولكن الحكومة قررت التعامل مع الأمر وتجاوزت تهديد الخلاف الحكومي الداخلي باعتراض حليف أساسي داخل الحكومة على مثاق الهجرة شارل ميشيل رئيس الوزراء ذهب إلى مراكش ووقع مثاق الهجرة ورمم حكومته بعدما استقال عدد منها لخوض انتخابات لاحقة هناك أزمة سياسية هناك أزمة ميدنية هناك أزمات متلاحقة غالبا ما تسبق ولكن هذه المرة فيها موضوعات جديدة وتحديدا موضوع الهجرة تسبق الانتخابات العامة في أوروبا عام 2019 هو عام الانتخابات وبالتالي الدعاية الانتخابية إعادة الاحتشاد التموضع على اليسار وعلى اليمين وفي أقصى الطرفين في ظل جدل واسع حول الموضوعات بعضها حقيقي وبعضها يعني يستخدم كغطاء لأن اليمين حتى يمين الوسط يقول بأن الهجرة ليست أزمة وليست مشكلة التعامل معها ضرورة ولكنها ليست المشكلة الأساسية ولكن من يريد أن يعتبرها المشكلة الرئيسية ويعني يغض النظر عن كافة الموضوعات المهمة سواء فيما تعلق بالاقتصاد والمعيشة وحياة الناس والصحة والتعليم للقول بأننا أمام مشكلة واحدة وهي أم المشاكل هي مشكلة المهاجرين وهذا ما عبر عنه اليوم المحتجون الذين أتوا من خارج بروكسل في الغالب من المناطق الفلمانكية للاحتجاج والقول أو الدعوة بضرورة إغلاق الحدود واتهام الحكومة بفتح الأبواب وبالتالي تهديد المجتمع من الداخل وقالوا بأن لا جهاد في أرضنا في إشارة إلى أن القادمين هم غالبا من المسلمين شكرا جزيلا لك سلامة عطلة مراسل الغد كنت معنا بروكسل